نظم القسم الإداري بهيئة علماء المسلمين محاضرة حملت عنوان منهج تطوير الأفكار لاقتراح مشاريع تطويرية للمؤسسات مع زيادة فعاليتها وإيجاد أفضل الحلول للمشكلات التي تواجهها مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع القسم الإداري في هيئة علماء المسلمين في العراق إذ نستضيف فيه الدكتور إبراهيم منسي الذي سيحدثنا عن منهج تطوير الأفكار وزيادة فعاليتها للوصول إلى أفضل الحلول للمشكلات التي تواجه العمل الإداري والمؤسسي واستعرض الدكتور إبراهيم المنسي الخبير في الإدارة العامة ونظم المعلومات نماذج للفكرة التطويرية مع إدراك أهمية التطوير المؤسسي الدائم وإنتاج الأفكار التطويرية المعتمدة على أولويات التفكير العملي وليس التفكير الفلسفي هناك نموذج هو أبروش مدخل لأجل أن نعرف من أين نبدأ في عملية التطوير وأين ننتهي في عملية التطوير ودائما كنا نعاني من مشكلة أنه هناك غزارة في الأفكار لكن لا يوجد إنتاج وفاعلية وتنفيذ لتلك الأفكار فهذا النموذج يعطينا ربط تلك الأفكار المبدعة بكيفية أن تكون واقع عملي داخل مؤسساتنا أولا لابد على القائمين على أي مؤسسة أن يدركوا أهمية التطوير بعد ما يدركوا أهمية التطوير سيكون عندهم قابلية لتطوير الأفكار وبالتالي ننطلق إلى خطوة ثانية وهي إنتاج أفكار للتطوير وأشار الدكتور المنسي في محاضرته على ضرورة تأمين فريق للمبادرات المبدعة والذكية هدفه رسم السياسات وتجاوز الأزمات واستثمار الطاقة الإبداعية وتوليد حالة تطوير جديدة ودائمة نحن كإدارات منشغلين في العمل اليومي وفي العمل الأسبوعي وفي العمل الشهري وكيف بدنا ننفذ الخطة لكن أحيانا تحدث لنا أزمات لا نعلم عنها لابد من تأسيس فريق سماء initiatives corporate group فريق المبادرات المبدعة والذكية هذا الفريق هو عبارة عن نخب نعرفها نجمعها في فريق وليس لها أي تفاعل يومي في العمل اليومي تابعنا خاصرتهم مرتاحة يعني خاصرتهم مرتاحة هذا الفريق يفكر لنا ويفكر عننا في كيفية تجاوز الأزمات التي نعيشها مو إحنا منشغلين بالعمل اليوم برضو بنفس الوقت منفكر في الأزمات تطوير الأفكار الممنهج والمرسوم بطريقة علمية ومدروسة للمؤسسات يجعل منها دائمة التطور والحيوية والحركة وتأتي في كل عام بالجديد والمبهر وما يلفت الأنظار مخترقا الحواجز البيئية المحيطة بهذه المؤسسات